ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وفي تفاصيل العملية الأمنية فإن أفراد العصابة تم توقفهم أثناء محاولاتهم اقتحام وكالة لتحويل الأموال بمارتيل وينحدرون من حي سيد طلحة بمدينة تطوان وكانوا يغيرون لهجة كلامهم أثناء عمليات السطو من أجل تمويه الضحايا ورجال الشرطة هذا وقد تم وضع الموقفين تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار التحقيق معهم خاصة وأنهم يرجح أنهم متورطون في السطو على وكالتين لتحويل الأموال في مدينة تطوان خلال الأيام الأخيرة